تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد ريكس تليرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع دولة قطر والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة حيث شدد معالي وزير الخارجية على أهمية التزام دولة قطر بتعاهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدولة المقاطعة لها وذلك لتحقيق ما يصب إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله والمضي قدما في عملية التنمية والتقدم